طب هتعمل إيه؟ لما أنت عملت حاجة ما أنتش عارف ترجع يعني أنت مشرت في طريق وصعب جدا الرجوع الرجوع عشان أنت تصلح اللي أنت عملته ماذا ستفعل إذن؟ فإذن لابد أن نضع في اعتبارنا أن حتى وإن هلك الناس حتى وإن كثير من الناس انتهجوا هذا النهج ليس مبررا لأنك ستحاسب وحدك يوم القيامة أمام رب العالمين ويعاتبك الله جل جلاله يوم القيامة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون الأمر الآخر المهم أن الخطاب الديني وحده لا يستطيع أن يعالج تلك الظواهر لا بد من تحالف الخطابات المختلفة الخطاب الإعلامي الخطاب الفني يعني لو عملنا أعمال صغيرة كده زي المشاهد البسيطة التي تحذر من هذه الموضوع كنت زمان في التلفزيون المصري هذا المدنى العريق كنا وإحنا أطفال في التمانينات نسمع مثلا عن حاملة شال الأطفال محمد رضا بالهارسيا وكريمة مختار محفورة فيها حتى الآن هذه المشاهد محفورة فيها لو كمنوا البلهارسيا وإعلانات البلهارسيا